هل السندريلا سعاد حسني صورت أفلام جنسية وهل اشتغلت سنين مع المخابرات وتم تجندها تعالوا نقول لكم على جملة آلة لسعاد سنة 1964 وكانت كفيلة أنها تقلب حياتها وتحولها الجحيم وهي هتشتغلي معانا بالزوء من غير شوشرة ولا تحبي مصر كلها تشوفك وانتي في حضن جاسوس فرنسي وكمان تدخل السجن ايه اللي حصل مع سعاد وايه علاقة القذافي بيها وسر عرضه اللي وصل لمية مليون جنيه أسئلة كتير هنجاوب عليها وهنعرفكم الحقيقة الكاملة بداية الحكاية كانت بمكلمة تليفون للسندريلا من شخص ادعى انه فرنسي الجنسية وانه منتج كبير قال لها انه عايز ينتج لها عدد من الأفلام والأغاني وطبعا سعاد اتحمست جدا وقابلته في شايته اكتر من مرة ونجح انه يوقعها في حبه سعاد حسني اتفاجت بعد فترة بمكلمة من موافي وده الاسم الحركي لصفوة الشريف وقال لها عايزين تشتغلي معانا السندريلا ما فهمتش هو عايز ايه وشغل ايه اللي يقصده ده صفوة قال لها بشكل صريح يعني تشتغلي معانا وتدخلي في علاقات مع اشخاص معارضين للنظام في مصر ومن دول تانية وهنصورهم معاكي الكلام ده استفاز السعاد جدا وطبعا اعترضت لكن حصل اللي ما كانتش متوقعه قال لها انه صورها بالفعل مع المنتج الفرنسي واوهمها انه كمان جسوس وقتريه هو اللي بعته عشان يوقعها في الفخ وقال لها اختاري بقى تتحبسي ومصر كلها تشوف صورك ولا تشتغلي معانا والجملة دي فعليا غيرت حياة سعاد حسني تماما وعلى فكرة الحكاية دي مش تألفنا ده صحف كتير نشرت اعترافات واقوال صفوة الشريف فقضية شهيرة كانت باسم انحرافات الجهاز سنة 1967 لا ده كمان قال ضمن الاعترافات انه سعاد حسني كانت بتحاول تتهرب من تعليماته وطلباته وحاول يدفع عن نفسه وقتها وقال ان الهدف من تجنيد الفنانات هو محاربة اعداء الوطن والمعارضين وبتزازهم بفيديوهات جنسية الحكاية ما خلصتش على كده دي اعتماد خرشد اكدت في كتابها انحرافات صلاح نصر الرواية دي واكدت ان سعاد كانت ضحية لصفوة الشريف لسنين طويلة وان اللي حصل ده كان سبب انفصالها عن عبد الحليم حافظ كمان اكدت اعتماد خرشد ان في بعض الفنانات نجحوا في الهروب من الفخدة ومنهم فاتن حمامة واللي ثابت البلد خالص وعاشت في لبنان فترة طويلة ونجحت بالفعل انها تنقذ نفسها تفتكروا حكاية سعاد حسني خلصت على كده؟ لا طبعا ده بعد الثورة سنة 2011 وبعد سنين كتير من رحيل السندريلا اتقال كلام ان القزافي عرض على صفوة الشريف شراء افلام سعاد حسني اللي كانت مهددة بيها طول حياتها مقابل 100 مليون جنيه لكن صفوة الشريف طلب منه يستنى واكد له انه موافق وما عنده شمانة لكن هيسلمه الافلام دي في الوقت المناسب لحد اللحظة دي محدش اكد القصة ولو بدليل واحد ومحدش عارف حقيقة الواقعة دي وتفاصيلها كمان اتقال ان صفوة الشريف كان بيكره سعاد حسني جدا لدرجة انه استخدم علاقات وقت حكمه مبارك ونجح انه يخلي الدولة تتخلى عن تحمل تكلفة علاجها في لندن ده غير الكلام الكتير اللي اتقال ولسه بيتقال لحد اللحظة دي انه ليه دخل في موتها بس كل ده كلام مفيش اي دليل عليه تفتكروا الحقيقة بقى لصيرها هتبان في يوم من الايام ولا هتفضل تفاصيل حياة سعاد حسني وحادث موتها لغز كبير محدش يعرف عنه حاجة اشتركوا في القناة